تحية تحية للشعب مصر العظيم صانع الحضراءات ومهد العطاء والبطولات وتحية لأرواح شهدائنا الأبرار على مر العصور الذين أكدوا بتضحياتهم أن الخلود مرتبة لا ينالها إلا من وهب نفسه لأمن الوطن في دار واليوم وعلى بعد خطوات منه يشاركنا احتفالنا عدد من أسر الأبطال أبطال مواجهة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 السيدة شهناز مصطفى كريمة البطل اليسباشي مصطفى كمال الصياد قائد مجموعات المقاومة العشرة السيد محمد حسام الدين عفيد البطل القائم مقام حسن رجد مفتش المباحث العامة ببور سعيد الذي ألهب المقاومة الشعبية ضد المحتل الواء بالمعاش السيد إسماعيل عرابي نجل رقيب الشرطة البطل الشهيد إسماعيل علي عرابي الذي فدى بحياته مجموعة من الفدائيين وأوصى بأن يصبح ابنه ضابط شرطة السيد السعيد الرفاعي حمادة نجل شقيق الكند البطل الشهيد السعيد محمد حمادة الذي أبهر العالم بشجاعته وبسالته في حماية القنصلية الإيطالية أثناء العدوان الثلاث العميد أركان حرب بالمعاش عبيد محمود سالم عبيد والد البطل الشهيد رائد شرطة مصطفى عبيد سالم وأناك للبطل الشهيد كنت دي قوات مسلحة محمود سالم عبيد والذي استشده من خلال معارك عام 1956 ستة وخمسين موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة